فيصل ما الذي جرى للمتخب الفرنسي سولفنا البارحة أنا وياكو نعيم كلها راح أستذكر الحد الدقيقة 80 المباراة أرجنتينية بكل تأكيد يعني اليوم إذا أردنا نتكلم على الفريق الفرنسي يعني حتى في طريقة لعبة هو اليوم لعب أربعة واحد خلينا نقسم المباراة أنا وياكو نعيم الحد الدقيقة 80 ووراها نسولف على 70 دقيقة كلها 120 الحد الدقيقة 80 بس الأرجنتين أضاعت فرنسا في جيب الأرجنتيني نعم كل هاي الفترة كان الفريق الأرجنتيني مسيطر ولا توجد هجمات أو كرات خطرة على الفريق الأرجنتيني كان الفريق الفرنسي مدافعا وحتى كان مهزوز في بداية الأمر مرتبك الفريق الأرجنتيني مسيد المباراة لحد الدقيقة تقريبا 78 هذا ما يدل كانت شجاعة الفريق الأرجنتيني وإيضا تضامن اللاعبين الفريق الأرجنتيني لهذه الدقيقة متعاونين ومصممين لرفع كأس العالم لأجل ميسي كابت النعيم ما الذي فعله سكالوني والتشكلتين قدامك شكليا نعم سكالوني أعتقد أنه الفريق الأرجنتيني كل المعطيات حتى قبل المباراة حتى في تصريح دي شام قال بعض الفرنسيين يتمنون الفوز إلى مسي كل الأمور المهيئة أنه المنتخب الأرجنتيني وبالأخاص إلى مسي أنه يتوج بهذا اللقب حتى نشاهد المباراة الشوط الأول متحدث عن الشوط الأول حتى ننتخب الأرجنتيني اليوم شاهدنا مشاركة ديمارية اللي كان لتأثير قوة جدا في التشكيل في اللعبة النهائية والكل يعرف أنه المباراة يمكن أكثر نعم أنت توقعت تيشيرت أكيد يعني توقعت يعني هو كان مصاب وهيئة بشكل يلاق أنه يكون عنصر مؤثر في المباراة النهائية وأعتقد هو كان مؤثر جدا في المباراة اليوم حتى خروجه لو نشوف نرجع حتى اللعبة اللي متبعي أعتقد أنه شوف نوع التخوف بالعانة بالمنتخب الفرنسي لعب بطريقة أربعة أربعة اثنيا لا تواحد المنتخب الأرجنتيني لعب بطريقة هجومية الهدف مالا واضح كان أنه أنا اليوم جاي أخذ بطلوبة كأس العالم إلى أحسم المباراة لذلك أنا أقول الشوق الأول أعتقد الفرص اللي إتيحت المنتخب الأرجنتيني يعني يصعب عده يعني كان ممكن أنه يحسمون المباراة بأكثر من أربعة أهداف إلى ثلاثة أهداف لحد الدقيقة دقيقة ثمانية ثمانية وسبعين حد الدقيقة ثمانية وسبعين اللي هي أنا أعتقد حتى ديشام أدرك أنه الفريق والمباراة قالت أنه إلى الأرجنتين لذلك حتى التبديلات ماتة كانت في الدقيقة أربعين إخراج دنبلي وجيرو وإشرار وحفنان من أفضل لاعبين أفضل لاعبين يرهن أسلحت القوى هم هذا السلاح القوى الفتاك اللي يمتلكه وإنبابي وأعتقد أنه أيضا المنتخب الأرجنتيني نوعا ما في خطأ بسيط لحد الدقيقة ثمانية وسبعين